ها هي الدموع قادمة أهلا بكم في واتش موجو سنقدم لكم اليوم ترتيب أول عشرة أفلام صور متحركة التي ستدفعكم بالتأكيد إلى البكاء قبل البدء نحن ننشر أفلاما جديدة يوميا لذا تأكدوا من أن تضغطوا زر الاشتراك هنا للحصول على تجربة فريدة في هذه اللائحة سنلقي نظرة على الأفلام الكرتونية اليابانية التي دفعت الجمهور إلى البكاء في المرتبة العشرة هاترو بي نوموري يمكنكم المراهن على الكثير من الرومانسية غير التقليدية لأنه إن كان من شيء يحمس المرء فهو حب بين شخصين لا يجب أن يكون معا بعد أن تهت في الغابة فتاة شابة اسمها هوتارو تلتقي بروح اسمه جين وتجمعهما صداقة مع مرور السنوات تتحول هذه الصداقة إلى حب صامت لكن ثمت مشكلة واحدة إن لوميس جين من بشري أمر مريع سيحصل علاقة مجردة من الاتصال الجسدي بين هذين الشخصين ستترككم معلقين حتى النهاية في المرتبة التاسعة منذ أوائل السبعينات هذا القط الروبوت الذي يسافر بالزمن أدخل البهجة إلى قلب العديد من الأطفال أيقونة في الرسوم المتحركة اليابانية من العدل القول إن الكثير من الناس نشأوا مع دورايمن والسلسلة لا تزال تعرض حتى يومنا هذا بهكذا عقلية حين نحصل على فيلم مهدى لهذا القط الروبوت العائد إلى زمنه الخاص والذي سيترك صديقه نوبي خلفه لن تتفاجأ من النحيب الجماعي من الجمهور الياباني في خلال فترة التصوير في المرتبة الثامنة بشرية ومستذئب يغرمان ببعضهما البعض وينجيبان أروع طفلين مهجنين في العالم بعدها يصبح الأمر حزينا بعد موت حبيبها تنتقل هنا إلى القرية لتربية صغيريها نتابع مشاكلها كأم وحيدة وتكيف يوكي وأيمي على الإنسان والذئب فيهما هذه الدينامية العائلية الغريبة ستفرط قلوبكم بالتأكيد فلا شيء عظم من حب الأم لأطفالها في المرتبة السابعة الجميع يعرف القوات لا تلعب بالسفر عبر الزمن بعد اكتشافها قدرتها على التنقل عبر الزمن تلميذة جميعية اسمها مكوتو تصرفت كما كان سيتصرف أي منها بأنانية لسوء الحظ ثم تعواقب دوما ولن يطول الأمر قبل أن تكلفها أعمالها كثيرا وفي هذه اللحظات التي تنهار فيها وتبكي على ما فقدت نقف إلى جانب مكوتو في محنتها في المرتبة السادسة دخل استوديو جبل السباق أخيرا وقدم لنا فيلما يلامس أي شخص لديه شغف ما أو حلم وكيف أن الرحلة لتحقيق هذا الحلم قد تكسر القلب فيما تستمر بالضغط على نفسها للكتابة تجد المراهقة شيزوكا نفسها مضطرة للتعامل مع حب مراهق ومصاعب الحياة الواقعية بينما تصارع لإنهاء كتابها قد لا يحتوي الفيلم على عوامل مثيرة لكن الدروس الصعبة والحقيقية التي تتعلمها شيزوكا ستصيبكم في الصميم في المرتبة الخامسة كنا نعلم أننا سنشاهد فيلما لميازاكي لكن هذا الفيلم يحمل وزنا كبيرا نظرا إلى أن العديد من الأحداث التي فيه مبنية على وقائع تاريخية ملاحقا حياة مصمم الطائرات جيرو هوريكوشي الفيلم يؤثر كثيرا بالجمهور حين نتابع قصة إصابة حبيبة جيرو بالمرض بينما تستعمل اختراعاته في الحرب العالمية الأولى لإراقة الدماء أخذتها أكانت الأثار التاريخية للمأساة أو صراع هذين الحبيبين رحلة جيرو جميلة ومؤثرة على حد سوا في المرتبة الرابعة ميلينيوم أكترس الشهرة حقا صديق متقلب يخبرنا الفيلم قصة ممثلة شهيرة التي من خلال العديد من المشاهد الماضية تخبرنا عن مهنتها وبحثها الطويل عن رسام غامض تعرفت إليه في شبابها الطريقة التي يمزج فيها الفيلم بين المقاطع من صباها ومشاهد من أدوارها التمثيلية ليس مجرد تجربة جميلة للمشاهدة ولكن أيضا انعكاسا كيف كانت حياتها الصاخبة وحيدة وغير مرضية في المرتبة الثالثة يورنايم بعد الاستيقاظ في أجسام بعضهما من دون معرفتهما بهوية الآخر على تاكي وميتسوها إيجاد طريقة لعكس ما حصل كل هذا فيما يبحثان عن بعضهما وهما يعيشان يوما كاملا في جسم الجنس الآخر ما يحصل تاليا هو أغرب قصة حب غير تقليدية والملئة بالكثير من الثقل العاطفي الذي ومع انتهاء الفيلم إما تفرحون وتهللون أو تبكون كثيرا لن يرتاح مكوتو شينكاي قبل أن يسيطر علينا تماما تفقدوا بقية عماله مثل خمسة سنتيمتر في الثانية إن كنتم لا تصدقوننا في المرتبة الثانية التنمر وحش كبير وكما يكشف لنا هذا الفيلم يسهل جدا على المهاجم أن يتحول ضحية في قصة مؤثرة جدا من الانتقام والمسامحة طفل مستبعد اسمه شويا يقرر التعويض عن الألم الذي تسبب به لفتاة صماء من تصويره الجمالي للوحدة ونغمة العواطف والرحلات التي تمر بها الشخصية ليتمكن من الاعتذار سينتهي بكم الأمر مدمرين في النهاية موضوع يصيب الكثير من الناس في الصميم لكن هذا ما يجعل القصة جميلة في النهاية في المرتبة الأولى Grave of the Fireflies صورت أفلام الأنمي الحرب بطرق متنوعة على الرغم من أن أي منها لا يمثل الكثير من الضربات مثل قصة ستة وسيتسوكو المروعة للبقاء على قيد الحياة في أعقاب الحرب العالمية الثانية نشاهد طفلين يتدوران جوعا على الرغم من أن الفيلم يحدد عمليا النتيجة المرضية في المشهد الأول لا شيء يمكن أن يعدنا لأكثر اللحظات المأساوية هل توافقون على اختياراتنا؟ تفقدوا هذه المقاطع الرائعة الأخرى من واتش موجو واشتركوا للحصول على مقاطع جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر